مرحبا نحن اليوم بالحلقة السابعة من بروغرام ممكن يلي هو بروغرام الانتخابي يلي عم نعرض مشاكل ونحط الحلول تبعه اليوم حلقتنا هي عن المياه هل لبنان عنده مشكلة مياه ليش بيروت عم نشتري سيترنات رح نحكي بكل تفاصيل ملف الماي بسياسة السدود بسياسة القبار الأضروازية رح نجرب نضوي على كل المشاكه الي اليوم بتتعلق بالماي اليوم ضيفنا صديق عزيز كمان اسمه الدكتور سامير زعطيتي دكتور سامير أهلا وسهلا فيك أهلا فيك سمح ليعرف عنك قبل ما نبلش حضرتك هيدرو جيولوجي يلي هي صار متيا كتير رار بالبنان انت بتفهم بالماي جيولوجيا بتتابع الماي بطريقة جيولوجية جيولوجيا هل هي صارت متيا وسائق الساوية صادقه اسمه Université des Sciences et des Techniques du Languedoc وإلك من سنة الثمانين ما بتعمل شي إلا بتتابع موضوع القبار الأرتوازية وتأمين المياه بالكرة وبالمدن شفت بالسيفي تابعك عفكرة أنت كمين أستاذ بالجامعة أستاذ محاضر بكاذا جامعة بلبنان ونطرلل الرشارش تابعك وكنت أنت من الفريق يلي حل مشكلة المياه بمنطقة النبطية وكمان بمنطقة صيدة وبشريت لحبو دي وبشريت لحبو دي تريبيا اليوم رح بتكون حلقتنا كتير غنية بدنا نسألك كتير إشياء بدنا نوضح للناس في كتير إشياء عم تنحكى عن موضوع المياه بطريقة عشوائية بطريقة غير علمية أنا بالذات بعتبر أنه مياه لبنان نجاية بدنا نعملها علمان يعني بدون يروحوا يحاربوا كرمال الماء وبعدين من بعد هيك شي شهر من ما شفت هايدي الكليب أريد دراسة عن شح المياه بولاية كاليفورنيا وأنه صار عندهم مشلة ماي كتير كبيرة وكاليفورنيا تقريبا المناخ تباعة كتير قريب من المناخنا بلبنة صحيح طيب أهلا وسهلا فيك كيف بدك نبليش بدي بليش من حيث بلشت انتي لبنان يعاني من نقص حاد بالمياه بكل مدنه وبكل قرى والسبب فيه السبب الأساسي هو مثل معال زميلة وصديقي الدكتور وجدي نجم فيه سوق إدارة للثروية المائية بلبنان قديمة سوق إدارة قديمة للثروية اللبنانية للثروية المائية سوق الإدارة منين جاي جاي قبل كل شي عن جهل بهيدي الثروية المائية يعني كل العالم بتحكي بس ما حدا بيعرف وين المراجع العلمية القديمة اللي أسست لحتى وصلت وقالت انه لبنان بلد الماء بالشر الأوسط اللي هن الفرنسوية في شي اسمه بحثة جيولوجية فرنسية اجت على لبنان من سنة ثمانة عشرين مش بس لبنان اشتغلت كمان بالشر الأوسط من سنة ثمانة عشرين للخمسة وخمسين ضلت عم تشتغل ومسؤولة كان لويس دي بيرتري اللي انا شفته مرة سكنة لويس دي بيرتري عاملين عاملين لكل المناطي بالشر الأوسط يمكن كانوا عم نفتشوا على معادن على نفوت على شغلات الابوك اللي هنحكي ولكن الجماعة طلعوا وعملونا خريت وعملونا دراسات وبرموا كل المناطي كل المناطي حتى بالسورية فاتو كذا ايو عاملونا دراسات افك دي كارت جيولوجيك لكل المنطقة وهالكارت جيولوجيك اكمبانيي معهم كتيب صغير بيشرح لك كل شي بقلب هيدا يعني جزين جزين انا ما في نحكي عن جزين قبل ما شوف الكارت جيولوجيك تبع جزين والكتيب اللي بيحكي وانزل على الارض حتى اتأكد وشوف سينا بيكون الكلام لكل التاريطوير اللبناني لكل التاريطوير اللبناني وفي كتير ديطاي وفي كتير تفاصيل هيدا الدراسة وين محفوظة وين موجودة هل الجمهور بيقدر يطلع عليها هي اونلاين شي ولا بعد لا فينا نعمل هيدا الموضوع الماي في سبقونا الدكتور وجدي نجم ودكتور كاتفاقو انا رحت عمونبيلية قالوا لي انه في لبنانية قبلك راحوا اشتغلوا بس شو اشتغلوا ايدرولوجي ايدرو ماي لوجي علم المياه على السطح على السطح بس ايدرو جيولوجي يعني هي هي او ستر ديجا ديجا كل المهنسين الخرجين في فرنسا اللي هي الموديل طبعنا نحنا نتوجه له كانوا عم يشتغلوا كانوا عم يدرسوا هونيك وعم يدرسوا ايدرولوجي وعم يدرسوا هندسة مدنية الهندسة المدنية والايدرولوج يلتوش ابا لجيولوجي يعني اللي بدو يعمل ساد بيقلك على الورق بيقعد بيخططوا بيبرمجوا بيساووا بكزا وهيدا هو بيحط قديش كميات ايه طيب هيدا وما كتحطوه على اي ارض هون بتفوت اليدرولوجي لبنان طلعوا بنتيجة الفرنساوية قالوا لبنان بلد المياه بالشارة الاوسط زياد تريبيا شو يعني اذا لبنان عنده مي يعني منوحيط طبعه قليل المياه شو في فلسطين بس قالوا الوحيد يلي هو عندهم ما قالوا هيك بس قالوا غني بالمياه ايه لبنان بلد المياه بالشارة الاوسط يعني فلسطين مياه قليلة وسوريا اللي محوططنا واكيد البحر او الاردن اكيد كمان ايه بس انو نحنا حدودنا المشترك يلي هو هذا فلبنان بلد المياه بالشارة الاوسط عبدالعال اللي هو خريج المدرسة الاوروبية واللي اشتغل هو ابو اللي طاني دكتور ابراهيم عبدالعال الله يرحمه ايجا قال جبالنا هي مخازن حقيقية للمياه ليش ابراهيم عبدالعال عم تحكيها الحكاية يخيط طلع هاي الجبال اربعة عشر نهر نازلين منها بدي منك هون رح نحط هايدي هلأ اونلاين بدي منك اتفسر الفكرة يلي هلأ عم نقوله وهون كتير واضح انه كل جبالنا مغطاية بالتلج انت عطيتني هاي الصورة فيك تعرف هايدي امتين تاخديت هاي هي دي شتاء عم 2012 2013 اه دكتور جدتني من صديقي يشتغل بالوكالة الكويتية اوكي هاي دي صورة اقمر استناعية صورة اقمر استناعية هايدي بتفرجينا انه لبنان الموجود بقلب الحفة الشرقية للمتوسط وتوسط حفظ الشرقية بقلبه في عنده سلسلتان جبال هالدو تاشة بلانش اللي شايفهم الأبيض كله هادو اللي سلسلتان جبال الغربية والشريقية متوازين متوازين بيناتهم سهل اللي بقع شايف الغام اللي جاي من البحر هادا مش بع ببخار المي تتبخر المي وتطلع وبتعمل السحب هادا بتفوت وتضرب بأول سلسل تخبط بسلسلة الجبال بتنزل شتي تحت الواطن وبتنزل لي تلج على العالم بتفوت على سهل اللي بقع اللي هو سهل داخلي ولكن مرتفع عن سطح البحر يعني بحدود التسعمية متر بتزد كمان شتي وهان واضحك انه كمان في تلج بالبقع الغربية والمناطق تحت بتفوت كمان بتزد اللي بقع على الاشتسل الشرقية بتفوت شبه جايب في السحب الى الداخل السوري هذا يفسر ليش لبنان بلد الماء لبنان مثل محل بيستقطب السحب اللي تعينزلي هون حلو حلو هذا صحيح بدليل الجامعة الامركية فيها مرصد للأمطار من حوالي مئة وخمسين سنة مئة وستين سنة عنا معند الامطار تقريبا حوالي تسعمية ثمانمية وثمانين هات سنة طيب بقلب دماشق ثلاثمية نحن عنا دونك واضح الافة والا واضح الافة والا واضح الافة هذا مويان مويان تلبيا متري على 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 عدة سنوات هذا نحن بدأت مياه بالشريل الاوساط براهيم عبدالعال قال جبالنا فلسطين كلهم نشمالها لجنوبهم ما في ولا نهر نحن عنا اربعة عشر نهر عام بيفضوا هالجبال كلهم عكل حال مبينين هون بالصورة بلا كل هالاودي هون عندك مثل هالهيكي مثل الفان هن مبينين مثل شرايين شرايين خضراء يلي هن هن سيديدو ريفيار هالاودي يلي بدأت معمل عليها يزدود هلا بنا نحكي بدي أسألك شغلي قبل لأنه كمان بكون كتير بنقاش مع الناس إنه نحن تلجنا كله بيدوب وكله بيروح نخسره على البحر يلي هو شيء أكيد مش مزبوط لأنه إذا بتتذكر لما إجو الألمان بالالفين وعشرة البعثة أنا قعدت معهم شوية يعني قعدت أنا ويهم شيء ثلاثة أربعة تليم البجائر البجائر أهم مترسة أوروبية مية بالمية دايما يرجع ويقلي الأرض طبعكم متل السفنجي شو بتكبوا عليها من فوق بينزلوا بيصيروا لتحت لأن أنا كنت عم بحكي أنا ويهم بموضوع الواست النفايات وكانوا عم بيهتموا بشغلتين كتير هيدا ترمبيت البنزين لما بيكبوا كانوا الزيت طبعا في الأرض وشيء ثاني اللي كمان كتير كان أزني وقتها هن المستشفيات كان في كتير مستشفيات عاملين أبار دائما فيه داخلية وكانوا يكبوا مياه تنظيف الغرف العمليات وهاك كانت كلها عم تنكب بقلب هيدا الأبار بقى كانوا الألمان جنوا يعني أخوتوا علينا أنه كيف تعملوا هيك لأنه ويرجع يقلي أرض كم متل السفنجي شو بتحط لها من فوق داخل كله بينزل بتسحبوا وبتنزلوا لتحت على الهون لأنه نحن بدنا نوصل لالكونكوليزيون اللي كنا عم نحكي فيها وقت كنا عم نحضر إنه نحن عنا ميس وتيران خلينا نكفي إذا فتريد بس هوني خليني رجع أتذكرك عن الألمان كمان شو حكيوه وهلا برجع بتذكرك فالبنك الدولي بسلامته اللي يمول بديو يمول سد بسري والمض اللي بخير هلا بنحكي عنه بيجي بيقول إنه بلدين بالشرق الأوسط عندهم مي زيادة عن حاجتهم زيادة عن حاجتهم هيدين السياسيين هن يصطوا آخر شي إجا تقرير من إني هو غير نحن مين مين قالوا تركيا تركيا ولبنان عندهم مي زيادة عن حاجتهم شوف الزيادة عن حاجتهم الله يشترنا يعني آخر شيء الشيء العلمي اللي هو البيبل طبعا المياه جوا فيه في لبنان والسر والمائية في لبنان هو تقرير الأمم المتحدة للتنمية اللي إجا صدر سنة 1970 سبعين اشتغلوا فيه أهم علما أوروبيين أهم علما يوغوزلاب اللي هن كتير شاطرين بطبيعة الصخور الكارستية اللي مثل لبنان يعني يوغوزلابيا ولبنان تقريبا كتير متشابهين من ناحية المرتبعات الصخرية الكلسية هولي إجوا قالوا لبنان غني بالماء طيب يعني قدامه عاملوا البلان يعني ميزان المائي للبنان هدا اللي ما عجبون لوزارة الطاقة واللي غيروه وزعبروا فيه البلان بيجي بيلك لبنان بمعدل سنة معدلة سنة متوسطة بينزل على لبنان عشرة مليار متر مكعب مي متساقطات متساقطات شو الفرق يعني متساقطات هي البلوي بلوس نيج نيج اكيد دكتور وجدي ناجي معامل هون إضافي آل نيج بس يدو بيبيعتي لحالو مليار يعني هوليك تسعة وهيدا واحد هولا العشرة هني كانوا حاسبين أياما انو تلاتين بالمية من هدولي العشرة مليار بيروحوا ثلاثين بالمية بكل المخازن الجوفية الكارستية تاعت لبنان هلا بنحكي شو يعني الكارستية ثلاثين بالمية يعني عندي ثلاثة مليار ثلاثة مليار متر مكعب سنويا متجدد متجدد كل سنة ما أخذناه بيروح يا البحر يا عنجيران هايدي سيسون دي ريزير رينو بلابل مش مخزن استراتيجي تحت البنية انو هيدا واحد استعوه هدا خزان استراتيجي أكيد نو هيدا لا يسمح لما هوني هيدا شي كتير مهم استراتيجيا بعدين ولا ثلاثة مليار مقابل واحد فاسل ثلاثة المياه السطحية اللي نحنا بنعتبرها يا نبيع وأنهار داكور هاي اللي نبيع وأنهار شو عملنا فيها نحنا شوف اللي طاني بس شو عملنا فيها لوس نيح بقنا دي كلهم لووس فإذا عنا والباقي بيروح تبخر و بيروح كذا فإذا عنا ثلاثة مليار متر مكعب سنوي متجدد وقت اللي بتجي انت تشتغل عشو بدك تشغل يعني كل التوصيات العلمية اللي قالوها الفرنساوية واللي قال ابراهيم عبدالعال واللي قالوها تقريبون بتاع بقولوا لازم نحنا نشتغل على المياه الجوفية هاي دي هون لازم نروح كل التوصيات حلو صاحبنا راح لهونيك لتانية ميلي راح تخزين السطحة علما علما أنه القرارات التوصيات العلمية وتقول أنه ما بتشجع السدود ليش لأنه هي تعرف بطبيعة لبنان الجيولوجي كنا عم نحكي نحنا على عشرة مليار متر مكعب اللي بينزلوا ثلاثة تربيع مساحة لبنان جبلية لبنان جبلية بامتياز عنا شريط ساحلة كتير ضيئة عنا سهل بقع هيدا البارسة معنا شي كله جبل كله قمم مازبوط هيدا هيدا ليش هيدا 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 شو طبيعته هيدا صخر كربوناتي يعني مكون من كربونات كالسيوم أو مانيزيوم صخر قاسي مشقق مفسخ وبيدوب وهيدا عمره ملايين سنين كل سنة بتشتي بينزل الكسر اللي بلش هيك كبر ووسع ونزيل وفتح والضغط المي المتراكم والسلوج المتراكم شو بيخلي والتلج بالليل برد بيصير جليب بالنهار بيدوب لجل الى دجل هدا الفنومان اللي كتير عنا كمان بيروس الجبال عنا شو عمل؟ فتت هالسخور فتتها فالسخة زيادة وعملها متل اسفنجي مت ما احكيت متل ما شافوا الاجانب والبجأر واللي اكتر ناس يمكن هني الوحيدين اخر فترة انو لبنان غايب من سنة الخمس سبعين زياد عن العلم وعن وخاصة بالسرو المائية حتى البترول اللي اكتشفوا الفرنساوية ما هني اكتشفوه معلشي يعني ما حدا اشتغل بهالمناطق تي عنا الا الا هني اشتغلوا اي اكتشفوا البترول كمان هني فهون نحنا بلدنا متل ما قالوا سفنجي ليش تلاتين بالمية هني عم بيقولوا انا بدراستي بجنوب فرنسا بمونتليه بالكارس طبعا جنوب فرنسا مارساي وكل هالمنطق ميديتراني هونيك بيعطوا رقم اربعين بالمية انفلتراسيون وعندن ما في تلج لانو جنوب فرنسا ما في تلج بالمسيب سنترال بالمناطق العدي جنوب فرنسا ما في حطين اربعين بالمية تحت بهذا طب نحنا عنا لاز بكون اكتر لي لانو نحنا عنا تلج ان هونيك ما عندن تلج وهدا شي كمان بيان معي الدراسة اللي رابع جعيتا اشتلت انا عتلتة نبيع جعيتا عنجر وافقه نحكي فين بقى ايه هلا رح نحكي بجعيتا شوي بس نوصل عبيدوت ايه هون هون فاذا يعني يعني لبنان عشرة مليار عم نزلوا على سفنجي في احتياط استراتيجي متحرك متجدد هنا تفعلها إلى البحر او منزلوا عن جيراننا هلاء بيزعلهم اني بيقولوا جيراننانا جيراننا غصفة عنا بالقوة نحنا ما منحبوهن ولا leurن標تو نحنا النقيد طبعا نحنا لمانين له النقيد تبعا عكل حق نحنا بلد غني بالماء ولكن واني عينهم على الماء أقرابي أساءه استعمالها. الوزارة بالنسبة لهم هي مجال ليعمل مشاريع يطلع منها مصاري بس. آخر هم عنده. أمن خدمات للناس وأمن شيء. الشغلة الوحيدة اللي نعملت يمكن الأرعون عيام إبراهيم عبدالعال لأنه عيامه كانت السدود هي الموديل الوحيد. بكل بأوروبا بكل العالم. حتى تقليات الحفر كمانة ما كانت بعد متقديم. ولا علوم الجيولوجيا باللبنان. فرنسا عملت سدود ولكن تجربت أن هذا لم يعد يوحل ومشاكل. فرنسا عملت على الألترنتيف الثانية وهي المياه الجوفية. في الباريس تشرب مياه الجوفية. نرجع نأخذ هذه الخريطة. فإذا أنت عم بتقول هون والحلو فيها إذا واحد يتطلب فيها أنه كل لبنان قادر يشرب من هالمخزون. من أقصى الشمال إلى تقريبا يعني ما بعرف على الجنوب هون كيف مبين بالصورة. يعني بيبلش. وين بتقدر هاي المنطقة. حدود مرجعيون تحت آخر شأتي بالأبيض تحت. من هون بيبلش جبل لبنان. سيسي جبل لبنان. لليبان. بيبلش من هون. المكسيموم طبعه القرني السوداء بالشمال. وبيرجع تحت تحت حمص. بالتروي دو حمص. ما بعود يبين. نحن عنا السلسي الشرقية بتبلش من تحته يعني هون تحت الابيض اللي تحت على هيدا هون جبل الشيخ. اللي كمان بيستقطب محل بيفوت للصحب بيقول لها تعي ما تفوتي بعد. نزلي هون وبتنزل ورد. فإزان. فإذا كل لبنان كل لبنان مغطة بالمياه. يعني التلج بس شوف تلج على جبال تركية. يعني هدا بلد غني بالماء. هدا هدا القرار اللي اخده البنك الدولي. ليش في عندنا ماء زيادة لانو عندنا نتلج لك. وبيما انو ارضنا صفنجي. متل ما برهنت هلأ انت بالطبيعة الصخرية تبعنا. فإزان نحنا وقلت انو عنا مخزون. مستدام ومتجدد من البيان. وجربنا على الارض. فإزان السياسة المائية السليمة تكون هي انو نعمل قبار ارتوازية ونسحب هالقوس. لان انت عم تقول انو اذا ما اخدناها يا بدا تروح على البحر يا بدا تنزل جنوبا. هاي دي الركومنداسيون سيونتيفيك عملوها. هاي دي توصيات علمية عملتها البحث الجيولوجي الفارنسيي. حكوا فيها ابراهيم عبدالعال. حكي فيها تقرير الامر المتحدة للتنمية اللي موجود. واللي ما عجبون وغيروه. عملو عملو منو الطبعة التانية. هلا نحن نقول. خلينا نحن نقول هلا. طبعا ماء في لبنان كثير عالي وكثير قوي بالنسبة للمحيط طبعا. هلا انا بدي روح من الخارطة اللبنانية كلها بدي اجي عبيروت شوي لانو مشكلة المشاكل بالمحيط هي ببيروت. صحيح. طبعا بدي ملناك تشف لي هاي. دونك. هون عم نشوف هاي دي كمينا صورة جبتة من احدى البرزنتيشن تابعو لك. رسم انت هيدا التريانجل يلي هي البرسك إيل دو بيروت اذا بدك او الكاب بيروتا. بلاتفورم هيك سموها الفرنسوية. سموها بلاتفورم يلي هي مسطحة كمبليتلي يعني على مستوى البحر تقريبا. مش كتير مسطحة. عندك تلتين فوق الأشرفية وتلت الخياط تقريبا مئة متر. وجنوبا عندك منطقة كلها سهليية. متر مطارية. اذا بتطلع على الصورة على الشاطئ بتلاقي اللون الأبيض اللي هو الرمل البيضة. مزبوط. هيدا الرمل جاي ضغري من البحر بعده مغسول ونظيف وابيض وشفاف وفيت ونازل وبيكب هون. بتشوفوا شوية أحمر جوالا لأنه كل المجاري البائية اللي شايفها جاي من المرتبعة جابة معها واحد جابة معها كذا. لو انتوا عملتوا شوية هالكلها. مش ليك انوا يسموه المنطقة الحمرة حمرة لأنه هي. وحرش بيروت. حرش بيروت اللي بيعرفوه أو الأحراج للسنوبر. وما بتلاقي السنوبر تحته حجر رملة. حجر رملة وفيه صلصال هيدا الصلصال الأحمر اللي عاطلوا. يلي هيدا كلها جبتها هالأنهر هيدا اللي مبيني فوق بالبرات التريل. هيدا هيدا قودية هلا بنحكي عن الأنهر لأنه. إذا بدك عم نحكي عن هاي أنا. يعني هون في عدة شايفهم كلهم هالمجاري المجاري الشتوية كل هالمجاري. هاي المنطقة اللي هون هيدا كلها بينزل عليها أمطار وهيدا بتجروف وبتجي على البلاتفور. مش بس أمطار مش بس أمطار مياه جوفية. ومياه جوفية. لأنه البلاتفورم بتاعت بيروت شباب. هي مكونة من ردنيات وجرفيات مانعة. يعني إذا بتحط هلا بيروت ليش بيصير بس تصير شتك كتير. بتغرق وبيصير في مناطي مليانة ماي. بوقتها لمصيت بتحت السورة وتحت كذا. ليه المي هيدا تايب هوني على خمسين متر لازم تنزل بعض. ليش معنا تنزل بالصخر لأنه تحت صخر أمتر مياه. حسنا. 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 هنا البلاتفورم بيروت تمنع اندفاع المياه الجوفية والمياه السطحية باتجاه البحر. حلو. هادا مش كلامة هادا كلام الفرنساوية. ولكن انا فهمت من هنو استعوا عبناء. ومشان هاك انا خطط انه كيب بنا نعمل مياه لبيروت. بيروت كتير بتشبه سيدة. انه سيدة تبنان بتشرب من مرتفعاتها الصخرية اللي الشرقية. سوف نفرجي هاي كميل لأنه هادي الصورة بعد بتساعد أكثر. هادي صورة أكمار صناعية كومبوزيت. يعني هادي عدة صور مراكبين أحد بعضهم. حتى يفرجونا الرلياف القوي. هادي صورة رادار. يعني ما بيصوروا بهذا عادي. ناخد هايدي هون هايدي البلاتفور. هايدي البلاتفور اللي بيروت شايفتها. ايه. عندك. عندك. كل هالمرتفعات هون اللي. ولا. جارتها اذا بدل. هايدي كل هايدي مخازن. هلا بنحكي عالمخازن الكارستية اذا بدل. ايه شوف هيدا هيدا الويدي. هيدا شو هيدا. هيدا عارية. هونزول. شوفوا فوق نهر. شو اسمه قمت اليأس. هيدا. فوق نهر الكلب. كلها شرايين. واضحة كتير. والريحة باتجاه البحر. لانه المي الجوفية فيها قانون واحد. المي تتعبى بالصخر تنزل من العالي للواطح. مية. وان اوطى شيء. البحر بالبحر. ديسيناسيون فينال تبعا. شوف سهل بقى. هيدا البلاكفورب. هيدا كمان شغل دي بيرتري. وشغل البعث الجيولوجي الفرنسي. اللي اجا اخد قال. صخر الجوراسيك. اللي هو نحنا بلبنان. اعطى صخر عنا. هو الجوراسيك. اولا. هيدا سمكته الف ومئتين متر. حلو. الف ومئتين متر. نحنا ما نعرف قديش فيه ماي. هيدا جاي ياخد سطح الجوراسيك. هيدا اللي شايف اللي بلوكات. هيدا سطح الجوراسيك. هيدا بيروت. وهيدا الجوراسيك. عندك اسطح للجوراسيك. عالي ميتين وخمسين متر عن سطح البحر. فوق كل ما طلع تطلع خمس بيت متر. اوكي. تطلع سبعمية. تطلع هالبلوك اللي شايف هو هدا ألف. برجع بينزل. بمعنى. هيدا ساعدني لأفهم. انه ليش جنوب بيروت. جنوب نهر الكلب. الجوراسيك ما عم بيعطي موي. اوكي. يعني. ليش. همال. لأنه المخزن الجوفي صار مغطى. ايه. مغطى تحت طبقات رملية وهيدا. بس وقت اللي بتحفره. بتفز المي يطلوع. هيدا شي جربناه بعدة قبار. قلع بنحكي عنه نوعين. فأذا. هيدا. ما نعرف نحنا قداش فيه بقلبه ما يجوفيه. بس مليان. لأنه مليان. للشفة. اوكي. والسنة. والسنة صار يكب. متحكب باية مع باية. ما يعمل يكب. كل اللي انا بيع على النهار. شفتوا اني ممكن. بعطولنا صور. انا المراهنة. مراهنة كلها. على هيدا. هيدا. هيدا المرتفعات. هيدا خزانات مياه. هيدا خزانات مياه جوفي. السماء كتا. الف ومتين متر. مم. مشقة. مكسرة. مفسقة. وبالدوب. وعمرها ستين مليون سنين. وكل سنة بالدوب. وبتشتي. الى اخرية. كل اللي اللي حكيين عنه. هيدا البوتانسيال تبع. بيروت. اللي نحن بناخد منه. اللي اخدوا منه. اللي اخدوا منه. من جديد. بي بسري. عم. عمية وخمسين متر. ترقوا هيدا الصخر. اخدوا منه. كميات هائلة. بي بسري. ما حدا بيحكي عنه. اربع عبار. وما انا احفرتهم. عفرهم الاماء والعمار. ويعملتا هيدا الارجمون. اللي طلعنا فيه وقلنا لهم. اذا فيه مي جوق فيه تحت على المية وعشرين. مية وخمسين متر. وبحر. وشو بدي اعمل خزن فوق. انا مي ميجوية. اوكي. فإزا بس نوضح للناس اللي اللي منهم كتير تكنيسيان. هاي المرتفعات الصفرية. هاي المرتفعات الصفرية للجورسيكة. نوصل الماء لبيروت كمان. هي انه عندي هالمرتفعات يلي هن رح يكون دورهم خزين جوفة. انا كل شي بدي اعمل هو ان اعمل اتود توزع هالقبار بطريقة وحط شبكة ونزل الماء ع بيروت. بس. 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 نحنا اليوم. اليوم. تعرف انا تعطيت كثير مع سياسيين بملف النفايات و بملفات إنمائية كثيرة. ثلاثة ربعهم للأسف يعني ما حدا يفهم شيء. يعني ما يفهموا على حدا. مش ضروري يكون تكنيسيا. بس. لما تجي بتفسر له هيك. حتى هل قد ما كان يفهم. ما كان يفهم. هلأ أنا. يعني. دائما نقول أنه أنا دوري أفهم عليك. أنا مش دوري أفهم قدك. أو أفهم أكتر منك. صحيح. أنا دوري. إذا بدي كون أنا مشرع. و بدي أخذ قرار أي قرار سياسي معين. هو أنا بدي أحكي معك. تجي أنت تفسر لي هيك. وأنا بدي أحكي عندي مينموم. الميم أنه أفهم أنه لا والله. ويمكن أنا كمانا روح أقول. نعمل تست. بلا ما نفخد الجايبة. يعني. لأنه موضوع الثدود أنا بالنسبة لي كان كارسي. يعني كان كارسي لأنه ما تعلمنا من ولا ساد. يعني كل ساد نعمله وما يزبط. خدونا بحالة مكون شوية يعني أنه عم بتعمر عسفنجة أنت. زياد ليش ما زبط. لأنه ما قلو أساس علمي. مية بالمية. والا. هاني دي تشكرك. وهاني في إلك زميل هلا بالنضال مشان كمان تأمين ماي لبيروت. المرشح للنيابي الدكتور عماد الحوت. كمان دكتور طبيب وخرجي في فرنسا. وحكينا شي وقتنا وقال لي أنا ماشي. وحطت أول بنت ببرنامجه الانتقابي. وعندك سمان مالك زميلنا وصديقنا اللي نازل بجزين. واللي هو كمان بيدافع آنونيا وإداريا عن. سامع فينا سانينا. نساء الله تعرف عليك. طيب. نحن نحن. هلأ بدنا شوية أوريانتي للدسكوشيون على شي إنه ما بدنا الناس تفكير إنه نحن هيدا هي السول سورس لبيروت. يعني أنت هون هيدا. هيدا نص الحل. هيدا نص الحل. هيدا نص الحل. نص الحل الثاني شو. نحن عنا نحن فردون. واقع حال هلأ بس وصف لي هلأ بيروت من وين بيجيب ما. اللي وصفها. يعني أنا ما حدا عطاني أموال وأبحاث وهذا. بس البيجار إجت جابوها غصبا عنهم. لأنه تلوص نبع الأشقوش. وكانوا خايفانين على نبع جعيتها ما كله يتلوص. يعني كل بيروت وكل ضواحي بيروت موت من العطش. بجابوا شركة البيجار. شركة البيجار إجت عطت نتيج. قالت لها لمصلحة مياه بيروت. عطتها. قالت لها. جعيتها هو النبع اللي ظاهر من الصخور. مي عم تظهر من الصخر. هيدا المي بفترة خلال السنة بترجع بتفوت. لا لأنه النبع منه محصوري منيح. طب ليش لا حتى يرجع يروح هذر. لازم نعمله. حصر. نرجع نحصره بشكل جيد. ها أول شغلي. طيط ضل المي تدفق لبرا. ولا. بدك تحزله بدك تنطفه بدك دايما عينك عليه ترقه. هيدا جايب معه بيبقى من الجبال. هذه شغلي جديدة ما كان حدا عارفة. الشغلي الثاني من جعيتها لمغارة. فيه أناية بتاخد المي برات جعيتها باتجاه الضبيت. باتجاه التونيل طبعة الضبيت. دونك فيه تونيل محفور من وراء برات المغارة. أناية يعني مكشوفة. أوكي. هالأناية. الميت المغارة تظهر بتفوت بالأناية. ايه. توصل عالتونيل. عالطريق تفقد 30 بالمية. أوكي. يعني حتات مية هان. حتات مية هان بيوصلوا 70. 70. على تونيل. ما بيفوت. ما بيفوت إلا 3.1 متر بكعب بالثانية. يعني الدياماتر. يعني بعزدين الشتة. وقت الله بيعط لك كل الخير. ما فيك تتباح شوية بالمية. لا. لأنه هيدا ما بيفوت لك إلا هالقد. يعني عم يروح كلهم بالوادي أصدق. ايه. فأزان هون ترحين هنو انه يعملوا تونيل تاني يكون أكبر. توصل على المعمل. المعمل عنده. للماء. هالقدة. 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 يعني يوسعوا. يكبروا. شو بدو شوية. وشوية. شو التكنيك اللي عم يستعملوها. بيعملو. وانفلتراسيون. وانفلتراسيون. والستيريززيزيزيون. بشيلو كل شي. وانسيسبانسيون. كل شي. ايه كل شي بيرمل وكذا واضربوا هيدا وبيعملوا ايه تعيين بالكلور بالكلور ايه ايه ابارسا ما بيعاملوا شي بيعاملوا بيعاملوا تحاليل اوقات اوقات بيعاملوا تحاليل فايزا الشغل الرابعة الشغل الخامسة والسبيري خلينا نمشي فيه انتما هيدا فايزا مش كل مرة الماء بتطلع من جعيتها اذا ما كنا بنطفين بتظهر لبرة تدهر لبرة تفوت لجوه هذا كلام علمي ايه ما انا حكيته اهم شركة المانية ايه بيطلع بيفوت باناية مكشوفة دونك عندي بارت تلاتين بالمية لانو الاناية مكشوفة وبتروح يمين مش مهين بتوصل الاناية على تونال اصغر من الدياماتر الاناية بتفوت كمية محددة اللي قادر المختبر يشتغله هلا الماية اللي تقدر من مختبر تباية بتفوت بشبكة اللي بتوزوها على البيوت هيدا فيها اربعين بالمية عالقليلة وقامت هذا الحكي سنة الالفان واربطعش يعني هلا نحنا مرأة تبنى سنين يعني يمكن هلا صار اكتر اكتر واكتر هول ليش ما بتجو بتشتغله صيانة يعني عملت ريكموندازيون البجير ايه بجير اجيت عملت لهم واحد اتنى تلاتى اربعة خمسة وقالت لهم تعال عملكم صد صغير هون في منطقة حلوة ومنطقة مناسبة جيولوجيا بركب لكم صد صغير هون تسعة مليون متر كعب خليه بس انو اطعمنا المي يخف ميت جعيتها شوي بالصفة بتحطوه يعني بيساعدكم سببور. اني قالوا شو مناخد المي اللي بنجعيتها منحصرها بهايدا السد الصغير. لا لا انه ايه ايه انو منخلي يعني بتحطوه متل ايه انو تسعة مليون دارية. بدارية. ايه دارية دارية اللي حد جعيت. ايه اكير. والمشروع كله هيدا اللي عم بحكيك عنه هدا كله المشروع من ثلاثين لخمسين مليون دولار سنة الالفان واربعة عشر وقدموها لرئيس مصلحة مياه بيروت. بيروت. ومن وقتها مهدم. بس خليني افهم عليك. لانو هلأ كنت بدي يعني ريت بافكاري. خليني بس كلمة صغيرة. ايه. اللي. ليش باب بيشتغلوا صياني. مابشتغلوا صياني لانو ما في مصاري كتير. بدي نروحوا يشتغلوا سدوج جديدي. بدي نشتغلوا انشئات جديدة لانو فيها هوني كفية. ايه ما بدي يشتغل بخمسة ملايين ستة ملايين هون الفراطة. هالثلاثين لخمسين مليون الاستيمت اللي نعمل. يلي هو كمانة تنظيف نبع مغارة جعيتا. والتوسيع. وهن هن هيشتغلوا واشرافهم. وموجود التاكست عندي. وهذا اصدروه بالمغرب لانو هوني منعوا من انو يحكوا او يعملوا تقارير. راحوا عالمغرب عملوا مؤتمر علمي. بوجود الاهي اش الاسوسيسيون انترنسيونال دي زيدرو جيولوج بوجود موسلين عن الامم المتحدة. يعني هدا كلام اممي مراقب من اهم علماء بالارض. ما حدا يجي يقول هول بيفانسو. انا عم بحكيك كمان الصناعيان يا خيري. اليوم عندك ما في شي ما بكتعمل له صياني. ولا. الخمسين مليون انكلوا لشبكة بيروت. بعطيك التاكست تبيرى. انا ترجمت مقطع صغير منه للعربي. جسما بور لديفوزي مرولة. فإذا كان عنا شانس بالالفان وارباطعش بي نصرف بين ثلاثين لخمسين مليون ماكسيموم ونقدر نعطي نرجع. نحسن حسن ادارة المصادر المياه السطحية. لبيروت. لبيروت لبيروت الكبرى. اي بيروت الكبرى اكيد. انه بيروت ما كل واحد عنده بيروت ولا بتاع. شوف اللوايح انتي. بيروت الكبرى مع ضحيتها الجنوبية اللي كبرت. اكيد. وضحيتها الشمالية اللي كبرت كمان بقى هادا شي طبيعي كمان اللي شو اسمه. انه طيب هادا كمية اتميزة هادة. فإذا هاني نحنا عم نقول هالمياه السطحية الموجودة مفروض ينعملها هيك الشي اللي اقترحناه. ونحنا كمان نجي بنشتغل كمان لانه بصيدة ما في مياه سطحية. مم. سيدة كلها ما في مياه سطحية. يعني فيها نهر الاولة. ما احدا بيشرب. عملي ريزيومي صغير شو عملتو بصيدة? كيف كيف بيتو مدينة سيدة? بصيدة. وكيف بعد الهلأ عم عم تشرب مياه? بصيدة انا كنت بالاربعة واتمانين موظف وزارة الطاقة. صيدة كانت محتلة. بالخمسة واتمانين بيشباط الخمسة واتمانين. فل الاسرائيلية. كان في بير محفور ما قادرين نطلع نجربه. نجربه يعني نحط له ترومبا زياد ونشوف قداش ميتو. ونحط له ترومبا اللي عقده. ما بنجي واحدة كبيرة يتشفط الميات ولا واحدة صغيرة تعلل القلوب. بدنا واحدة على القد. فبنعمل يعني منضخ اتنين وسبعين ساعة. وبياخد انا كيول وبسجل وكزا. وبنقترح بالاخر. طلعنا جربنا بير عاملينه بتلت الرهبات. بير واحد كان. طلعت جربته. ومي عم تخضو. بيجي رئيس مصلحة المي. السمير كرميل الله ما فيه لنقطة مي بخزانات سيدة كلها. لكن المي صفيت. حط اللي اياها خليني وزع لهم للعالم. ضغري. فعلا. هل قد نظيفة كان. اي رحت بعد فترة لقيت خمس خمس قبار حطينهم نحط بعضهم. زعلت. بس ليش حطتهم كلهم نحط بعضهم. انو فيه اذا مخزن جوفي كتير كبير. فيك توزعون. مسلا هيدا المنطقة هون. تتذكر وين باية ضاعة كانت هيدا فوق هي فوق سيدة الرهبات. اه تلت الرهبات. هاي سيدة. اه تلت الرهبات. عبرة يعني ولا لا. لا مش عبرة. نص. عبرة صار تسفليتو او نور. اوكي بنص صيدة. بنص صيدة. اه تلت اللي هي الي فوق هيد. اوكي. اوكي. فصيدة حفرين مجموعة ابار هلا من جديد. ومكتفيين. واد يجيلو. واد يجيلو. لحظة بس. بعد على صيدة. حفروا الابار طلعوهم. اه ماشي حالي. الشبكة كيف? لا كيف وصلوا البير على الشبكة? ما بدأ شيء. ما عملوا. ما انت عالية. اوكي. خزنة طبعة ما بدك. ايه. عم بيخزنوا ماء ولا لا? ولا بس من تكلين على البير? يخي التخزين جوفي. ليش بدو يخزن فوق? ليش بدو يخزن فوق? ليش بدو يخزن فوق? ليش بدو يدفع مصاري حق بطان? انا عدو البطان. البطان هلك البيئة وهلك الهلك. رجعت التجربة التانية الي هون وقت كنت عم بيشتغيل صرت على الارض. عم بيشتغيل مع وزارة الطاقة. بسنة الاربعة واثمانين بلشت. نزلنا عم وادي جيلو. وادي جيلو. بتاعتي تسعين ضيعة. اربع خمس قبار محفورين. تسعين ضيعة. والضيعة بالجنوب مثل الضيعة بالجبل لبنان. مازمونا. كلهم ضيعة. بيسقل زريعته قبل. مية بالمية. بيسقل زريعة. ايه. ما بيتغسل وبيتحمم وبيأكل وبعدين لا. اول شيء الزرعة. معلوم. يعني فيه فيه استهلاك كتير من. طيب هولي من سنة الخمسة واتمانين ستة واتمانين ماشيين. مم. وسنة الالفان واربطعش. ايه. وسنة الالفان واربطعش السنة الشحيحة ازا بتذكر زيادة. ايه كيف لك. لا شتي ولا تلجو. ضلوا ماشيين. ضلوا ماشيين. يعني عندهم من قبل. من قبل السنة كمان. مش انه هذي السنة بيفضي. حتى يرجع يعبه. مش سيتارن هيدا. مخزن الجو في منو سيتارن. هيدا اكويفار. اه. هيدا اسمه اكويفار. دكتور. رجعنا اشتغلنا عبار وادي فخر الدين. نبيه بري كان وزير موارد. كنت انا اه جاي من فرنسا من الجديد الابعة وثمانين متعاعد معهم. بيجي وفد من النباطية عم نشري ترك بخمسين دولار دولة الرئيس. كيف ما كيف? طلعوا هلا كلكم بدي 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 ماي. اخد القرار السياسي. ايه? طلعوا طلعنا عم نبروم هيك وهذا اللي صاحبه فخر الدين. ما بده يعطينا ولا نقطة مية. حكوه. قال له يحط البير محل ما هو بده. هادي مصلحة عامة. اه? مصلحة عامة. عم بحكي على الهواء. هاي ايه السنة? سنة الاربعة وتسعين. تلاتة سعين اربعة وتسعين. اشتغلنا. اللي هي منطقة نباطية. وهدي فخر الدين. مدخل النباطية. مدخل النباطية. اربع عبار او خمسة الستة. ما بعب عبعدايش صاروا. عبيعطوا النباطية بكاملها. واربعين دايعة حوالي. مم. سيفا. 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 سيفا اهم شيش سيفا. اه? معلوم. هي اكتر شي بدا كيها بص. فايزا. الشي اللي قالوه. انه تلاتة مليار مضبوط. والمخزن الجوفي الموجود بجنوب. مخزن الجوفي متواضع. سماكته ستمائة متر. مم. مش الف ومتين. مش اللي عم راهن عليه هيك. هدا الالف ومتين انا حافر فيه بعدة منوات. حافر فيه ببصري مسلا. المعلومات. ايجي. خد ميت ببدك. عم تحفر ببحر. حط ترمبة. خد ميت ببدك. بس وصل للمنطقة. تقريبا قدية عم تنزلوا? اه. ببصري. ببصري نزلنا مية ومية وخمسين متل. مش كتير. مش كتير ابدا. ماشي يعني. ماشي. نزل بالجرفيات. خليني خبرك يا الخبر كمان خبرناها لوليد باك جنبلات. لانو عم بيال لي طيب. قال لي ليش انتي ضد بصري. قال له ضد بصري. لانو سيتان سيتين بالي دي فانبرمون. وفي النساويته منيحة. قال لي ايه مسيه مسيه انسيان. قديم. طول شي جديد حفرنا عبرو. الاربعة خسفو. ايه? قال لي كيف? رح بل لك ايها انتي لانك انتي مهندس زمينا. عفرنا هيدا سهر بصري في عندك جرفيات وردميات من اربعين وخمسين مليون سنة عم بتكب. وعملت هلا هادا بيه هلا. هاد سهل. هاد سهل هيك. هايدي نزل فيها الحفار. تسعين متر. ميت متر. دقر بصخر قاسي كتير. قاسي كتير. نزل فيه شي خمسة متار بس. بس خمسة متار. سمع. هادا اريد. قشطت الزميل. قشط الزميل. قشط الزميل تحت. وسمع اللي هيدا. وشاف انو انشفت الهواء بقلب البير. شو صار? قلت لعندك مجرى مجرى ماي افقي. ماشي بسرعة. وعم بياخد كل الميات ويجيبهم. شو عمل? سحب سبب والا. البرواد ويفراج. طبق. سيكم. كله. كله. الاربع. يعني قديش فيها. يعني قوة هالماي. الاربع. البرنساوية قالوا سيتوني فانبرمان. واس بقالوا شو السبب. السبب نحنا اكشفناي. انا حافر بيرين. بالمنطب هو. كمان عملوا نفس نفس الفين. بس هالي مهمين لانه هالي انتو اشتغلتون. مش انا شغلهم. اه? انتو شفتون. بس هلا وعايت في حشرية كمان. كمان دي. لما بيعمل افوندرومان كيف فيك ترجع تحفظ جديد. ايه. هالا 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 شوية ايه كونوميك. اللي قال لك. اه. بصير غالي. انو ازباك تجي تعزله ويكلفك اكتر محفر واحد جديد. وهان بتشتغل العلم. ما بتشتغل بالهوارة وعلى الشيء اسمه. وهان لا رجعوا صاحبوهم. يعني التشليق كان انو بيصير خاصة من فوق. من فوق بيصير وبسكر. فبيرجع بيقدروا يعني بينزلوا تيباش وبعزلوا بقلبه. بينزلوا تيباش وبعزلوا بقلبه وبنزلوا حتى يخلصوا. دكت. من كفى من كفى. هلأ هون لانو نحن عفكرة هون ع الطاقة الشمسية. بس عنا شغل انو لما بتجي الكهرباء وهيدا في بارتي من الستوديو بدك تضوي شي تترجع على الضوة. بس نحن هون ما عنا كهرباء. ما عندي كهرباء من الدولة ولا عندي اشتراك موتر. عايش ع الطاقة الشمسية. ويتحضر لكدير بكرة هوني كمان طبعا. طيب. هلأ عميسجيل ولا? اي 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 نحنا لايف. نحنا لايف. هلأ عميضحك هلأ عميضحك حتى المخرج عميضحك. اي اي اه. خلينا نعمل اي فايزا سروتنا المائية الحقيقية. فايزا نحن بلد كتير غني بالماء. خلينا. بالمية الجوفية. بالمية الجوفية اي اكيد اكيد بالمية الجوفية. والا. اي لانو لانو هدك يعمل شوى انو لأ بديو يخزن مية سطحية. اي او. وهيدي الاساس. ومن المية السطحية اللي هو بديو يزود المية الجوفية يعمل العبارة. عندك فكرة شو صارنا صار فين عالسدود وهيكي. مش ضرور ما بدي رقم كتير مصبوط بس يعني انا الطاني البراسي هلأ الثلاثين خمسين مليون يلي كنا حلينا عميشك لتبيروت. هناك سبيران نحطوا واحد زميننا. فيش ثلاثة اربع مليار دولار. ودول يراحوا معادوا يرجعوا. عالسدود. وبعدنا عم يدفعوا فويتير هلأ. هلأ عميشك لك بسري قديش كان اللون هيدا اول شيء كان كان بنا ناخده من البنك الدولي يعني قرد. مش جزء منه. خمسمائة او ستمائة مليون يمكن اي قرد وهيدا وهان البنك الدولي يعني اجا علي بالحج هون عطب صغير على زملائنا بالجامعة الامريكية معلش يسمحونا. علي بالحج بيجي من ثلاثة اربعة سنين على الجامعة الامريكية بدو يحكي هو عن السر المائية. بيطلع بيحكي لبنان صحراء ولبنان شحائق ولبنان نقص بالماء استحلات استحلات حدا من الشباب للجامعة الامريكية او من ديبرتمان الجيولوجي اللي هونيك. يقل له فيه ناس عم بيقولوا لبنان بلد الماء. سحلاتها. هيدا عمي. طب معقولي ما في حدا بالجامعة الامريكية كلها بيعرف انه لبنان بلد المياه بشرى الاوسط. طب ما كمان هون هون لونا كبير وعتبنا كبير على كل الجامعات البنانية. على كل الجامعات الخاصة. بالبنان. ايه وبالبنان. وعلى الجامعة الليبنانية بالذات لانه ما علمت. نحن عنا سروتان كثير مهمين. النفط والماء. ما حدا بيعلمون هون الجيولوجيا والعلوم الجيولوجي. ما حدا بيعلمها باللبنان. طب لا. طيب. عنا شيء اسئلة اونلاين هلأ ولا لا? ما فيه. ما فيه اسئلة. طيب. طيب. خلينا نختم. اول شيء بشكرا كثير لانه باعتقد وضحت لنا صورة كانت مخفية على كثير عالم. صحيح لانه الاعلام هون مؤثر كثير. فينا نطمن كل الناس انه لبنان غني بالماء. لبنان بخزن مخزون مياه متجدد سنويا ما لا يقل عن ثلاثة مليار متر مقعب. صحيح. ثلاثة مليار متر مقعب يعني ما رح نقول كم لتر صارو يعني. 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 بيروت الكبرى الميتها موجودة وناطرة القرار السياسي. وأنا مستعد. أنا اشتغلهم لانه ما حسن لانه ما اوامار ولا وزارتها ولا غيرهم. هل ما نحنا بنشتغلهم على الارض. حتى نقدر نعمل هيدا المشروع بدي افرز انا بيروت الكبرى لانه جيولوجيا بتاعة بيروت الكبرى مختلفة يعني. تعجب اللي بتاعة. كيف يعني. نفس نفس السياسي المائي باقي تطبعها على كل لبنان يعني. يعني غير جيولوجية الشمال غير جيولوجية الجنوب. يا عمي لك والله عاب نحنا لبنانيين لازم نشتغل علم نحنا والله مشهورين. كل العالم بده تقول اللبناني. انا قلت بفرنسا قالوا لي انتم اللبناني بواحد منكم بيشتغل قدل فرنساوي على ثلاث مرات. والله. يعني هيدي ايام ايام زماني يعني كنا نفلح. بس اليوم يعني اليوم سرمانا سرمانا معطيات. ولا. وبدنا ناس عندها ضمير تحب الوطن. وتحل مشاكل الناس. كهرباء ميطرقات. عش بقى يحكوا السياسة. السياسة يشوفوا لوان وصلتنا. عش هنم. بدنا شي عملي. انا بعرف بهالشي. انا اذا اخدنا نحنا. انا مش عم بحكي عم بحكي لحالك. لا لا. هادي التجربة هادي اشي نحنا مجربينها. مش جايين نجرب. مثل السدود. سدود تجربوا. طيب خلاص. اذا بتريدو. شو وضع المسالحة قبل من خلاص. شو وضع المسالحة. عنه هيدا اخد يعني صاير شوي مثل المسلسل المكسيكي يعني. يعني. بين اللي معه وبين اللي ضد. اليوم كتبت شي عنه. اوكي. اه بدي منك توصف لي هلأ شو المشكلة. خليني لك انا كجيولوجيكي في شفط الامر. اوكي. انا طلعت على سد المسالحة مع مهندس كان بعضو عم يتزبط. لكن طالع انا اشتغل بير مع متعان هيد معروف يعني. عم بشتغل بير بترابلوس. هم. اللي بيبعته وراي. لانا انا بدي اعمل رابور علمي. مم. بدك تبعته على اوروبا. مم. وبدك تعمل السيدة في ممباش مزبوط. بك تشتغل على النمط الاوروبي. طب هدا ما كل الناس قعد تشتغل هون. بيرجعوا لي. علما انه انا غير محبوب من المتعاندين. لانه بعقدة كتير. لانه ما بيشتغل إلا. فطلعنا هلأ ركي عمي كيف السبدا عاملينه هون. ليك الكسر. اللي وان كسر. شايفوا هذا الجبل هون. هدا كله صخر. شو اصلك بالكسر. في نسمة بتاعب شو يعني. كسر. كسر. صخر شقفة واحدة. فيه دغوطات من تحت. تجي. بتشد عليها. هلأ الصخر اوقات. اوكي. يا بينطعش. اذا كان ملياب. اوقات الضغط الكبير شو بيعمل. بيكسره. وبيباعد شقفة عن الثانية. دكتور. اه. فالكسر يعني عندي صخرة صارت صخرتين. انفلقت اتنين. وفيه فراغات بيناتو. كسر البترون اللي هونيك بالمنطقة. جاي قاسس. شايل جبل. ومطلع جبل عالي. صخر كلسي. عليه كله شجر. هاي دي المسايلحة مظبوط. فوق. لا فوقه. اي اوكي. مسايلحة تحت. اللي كله صخر طيني. ابيض. ارجيلي. مظبوط. ايه. مارنو. مارنو. يعني فيه كاربان دو كالسيوم. وارجيل. ابيض. بس دونه ابيض. وطيني الابيض. اللي احلى. صورة اليوم حطيتها بالبوس. صورة ما قبل استاد انفرجيتك ان هاي الطبقة الطينية. لان هاي دي بس تشت الدنيا عليها. شو بتعمل? المارن بينفخ. بزيد حجم. بزيد حجمه. في منه بزيد حجمه سبع مرات وعشر مرات. طب هيدا جاي عليه نهر الجوز وجاي عليه الشتي والتلج وكزا. طب هدا كان هون هيك صار هيك. الزيادة شو بتخليه والارض بصفي رطب كتير. بده تنزلي. نهي ما تنزلي من العالي للواطي. عم تنزلي من العالي للواطي. وعم تنزل وين باتجاه الكسر تبع البترون. هاي دي الصورة اليوم اللي حطيتها بالقواصم بيني هالشي. تجي بتعمل انت موقعك على منطقة تحت هيدا الصخر الطيني في مكتشفين الجماعة اليسعية. آآ دكتور ميشيل واكلوبيتش وميشيل وواجدي نجم مع احد الطلاب اللي عنده عمل انو في بوليع. تحت هاي الطبقة يعني. وهال بوليع حطو في مواد ملوني. لقوا انو بتطلع بشكة. عالبحر. يعني هون المنطقة بتقل لك الطبيعة. انا هون ازا فيه مي سطحية بدي اخدها نزلها ومرقة هيك. تجي انت بتقل لي لأ انت واقفي شغل. انا بديش تغلفوه بدي اعمل ساد. ساد غلط لشغلي. وفي بوليع تحتو. وطبقاتيني ما حدا بعمل على. وفي كسر ارضي حدو. ما هو عطير غلط. وقريب للنهر. قريب للتسبب. شو صار? شو صار? ايه. ايه. اجو. حطوا بطان فوق هدا البطين. يعني زادوا وزن. مم. هيدا البطين شو عمل ملت ما كانوا جدودنا يحضلوا. يحضلوا على سطح البناية. ايه. مشان مية مية يدلف عليهم هدا. رس شوية. ولكن على الطراب فوق كله كله نهر الجوز كله بيرطي. وهدا بيشطل بار بوروزيتي. مسامية. بس يترتب الصخر هدا. بدو بدو يضغط. ما قادر يضغط لتحت. بدو يضغط اطلوع او بدو يضغط هوريزونتال. ما قادر يضغط لتحت لان تحتو في مان? تحتو تحتو في الطبقة الصخرية كلسية ما بيكسرها او ايه. ايه. في شي سو سابت. هو منو سابت هو بيتحرك. دكو. ايه? فشو بيعمل? يعني بيطلع طوع. هو بيروح بيروح وفقيا. اوكي. عبو حطو فاول منو بطن. وعبو اتنين مليون متر مكعب. ممكن شفت انتي دشنتو. هاي احوو بيعبق وكذا وهذا. بلايلي ما في هذا وامر. صار شي شفت معين. انتي انتي بتفهم بالميكانيكو بالهيدا. ازا انتي عامل هيدا الطبقة الطينية وهون في بلوع تحتها. هدا البلوع شو بيعمل? هدول الميات اللي فوقوا عم يسحبون ويشترقون وياخدون. طب هيدا هان نقطة ضعف. اهي? ازاكلي. هدا البطان هدا البطان اللي فوق شو بديو يعمل? بدو يكسور. بدو يتفسق. ام. بصار في شقوق وارطلعت صورتهم الامتي دي. شقوق وتفسخات. ايه. وراحوا البوليع. اه? وراحوا المي نزلوا وين راحوا? على المجرى الكبير اللي هيدا هو كسر طبع البطرون. صحبهم واخدهم. بدليل. بدليل. بهاي دي الفترة اجاني صور اخمار صناعية. موجات الوحل الموجودة بالبحر. اه. مش معقولة. كان النهر ميت وصافية. وكان ما في شتي. ما في تدام دي يجي الوحل. كله سترين. فاذا. طيب. بيتصلح هيدا ولا لا? خسرنا المصريات ولا شو? عم تجي انت تقاتل ضد الطبيعة. حقا انت خسران. يعطيك العافية. حقا انت خسران. ازعب هلا شوية مايس انت جيش وسنة اللي بعدها. بعدين بعدين سياسة السدود هادي نسينا نحكي عنها. السد هو لتخزين مياه صالحة للري وتأمن كهرباء. بس السبب الاسية تبع تكون رخيصة. هم اكيد. هدى عنا يكلف المتر اللي مكعب. هدى بقى تطلع منه كهرباء. محدا يتضحك علينا. محدا يتضحك علينا. معلش اي اي. لا هو ولا سد بلع اللي فيه بوليع. هونيك البوليع اوريزونتال. هونيك الجنة. وشي فينا. شفتوا كانوا عبي كبوا باطون بقلبهم. واكتشافة شركة ارتاليا. نحنا كنا ممنوعين نفوت. هي كشفتها وحضبتها على الانترنت. وموجود يا عنا وعندك. صارت. اللي بده يفوت. يشوف انه عم نعبي مي بالسلي. كيس. الشعال اللي كن بدي يقول بس لبيروت. بيروت الكبرى. نعم. انه بيروت الكبرى بدها ارار سياسي. اللي بدها فصل بيروت الكبرى عن جبل لبنان. لانه جيله جيته مختلفة تماما. هايدي هايدي نحنا بقلب بيروت ما في ما فيه. ما عنا مخازن جو فيه. نحنا بدنا نجيب ممبر من المرتفعاتنا الشرية. متى ما عم تعمل صيدة متى ما عم تعمل الصور. متى ما عملت النباطية. فهدا المشروع موجود بايدي وبايدك وبايد كل نايب حر. بكرة بدو يطلع على مجلس النواب. هيدا العالم ما بقى تحكوها شعارات. هيدا عدالة وهيدا الصاح وهيدا تغيير. بدنا نحكي كهربا مي طرقات نظافة. بيروت طول عمرة مشهورة. مشهورة بالشاريع. الحنافية لازم ترجع للمياه. مية بالمية. بعدهم بعمل لحنافيات. موضوع جئيته يعني. بعدهم بعمل لحنافيات. فتحت لنا عيون عليه. نعمل للمياه الجوفية. هادي بالصيف. بالصيف بتغطي. بالنقص. واذا عم نحكي كمان باللا مركزية موضوع مياه بيروت وجبل لبنان بده تصير في مياه لبيروت وفي مياه لجبل لبنان. ياخدوا كل هيدا. لا لا ما ياخدوا شيء. كل منطقة راح تكون هي مسؤولة عن موارد طبعة. هكون هي مسؤولة عن نفاياتها راح هي يكون مسؤولة كل واحد يدير حاله. هون بدي حكي كلمة صغيرة بس عن تجربتي بجنوب. بجنوب شو? جينا مس جنوب زميلنا الدكتور محمد عبد الحميد بيدون. سمير انتي بعرفك. انا وياك تخرجنا. انتي بعرفك منين جايي. طعا. بده هات ضيعة ام الليمان. مش الحال تشتغل بير غيره بتاخد مصرياتها. ما مش الحال روح الله والنبي معك. ما نجرب واحد غيرك. ستي ساليو دفي. بعد يجي جديدا لما فرنسا. طب ستي مبونو اكازيون لقالي ليه. ستي لرشارش بايه. ما عم بيشتغل رشارش بباليش. فتت. وبلشنا. كل ضيعة انا حفر لبير. هون كل الضيعة بجنوب يعني اشتغلت على الميكرو. ما انه والله بدي اعمل سد واحد انا لقصقي كل بيروت. شو هالحكي اه? لا لا بعدين كان فكرة انك تضخن من بصري تجيبها على بيروس يعني. كل كل ضيعة. المتر مكعب. زياد. والله. كل ضيعة بجنوب فيها اكتر من بير. حتى بالاخر بس خلصنا. فتت على شريط الحدودي. اجو اهل شريط الحدودي عندنا بيه بري عم بحكيك بالاربعة وثمانين. انه طيب نحنا يا منشتر مي من اسرائيل يا من نموت من العطش. بعت ورانا حكي معي الشباب انه طيب بتفوت. انه يا خي ازا بتقمنوا لي سلامتي لانه ازا قلتلهم لا ما حتفوت لا حتشتخل هونيك ولا عتشتخل برا الولا جوة وبعدين ما حلوي يعني انه كم امام يعني. فتنا اربعين اربعين بير بموايزات الشريط الحدودي كنا عمشرو مي من اسرائيل اللي يدفعوا ثلاثة دولار حق المتر اللي مكعب. هادي بدي يحكيها لانه منبرك. ولانه هدا منبرنا. عرفت كيف? ثلاثة دولار وعندي ايصالات. عندي ايصالات انا ما بحكي شي ايه دا ايه. طب حلوا مشكلتهم. وصاروا يعلموا حراسي لبير المي كل الليلي مش ما حدا يكبل له حجر فيه. طب نحن عملنا ثورة على الارض. بس شو? هلأ تركين. ممنوع تحفر بار بجنوب. والوزاني كله رايح. اه دوك في هيدا القرار اللي هو منع اه منح الترخيص. هيدا هون. هيدا تطبيع مائي مع العدو. هيدا ميتنا. نحن في نا فينا نعمل ازا صار مساري. هاي ميتنا نحن منحقنا. نحن لازم المواطن اللبناني يكتفي باخر نقطة مي. وبعدين اللي بيبقى نحن ما نضد حدا. نحن ما نضد الكائنات الحية كيف ما كانت تكون تشرب. المي ما تمنع. ايه. ولكن هذي حقوق. لاش? لانه تخزنت عنا. لانه شتت عنا وتخزنت عنا. يعني قلت لك. الفلسطين ما في غير بالضفة الغربية اللي هي مرتفعة شوية اتنانمية وتسعمية عن سطح البعهر. فيها كمان. صحر الكلسة. هادي فيها قبار بيخزن. بس هدي كل حطين يدهم بياخدوا كال الوزانة. الوزانة نحن مش بس مية وتلاتين مليون متر مكعب. الوزانة فيه مياه جوفية كمان. حكي عنا كمان دكتور وجد النجم. زميلنا ونحن طب هدي عندك شمائة وخمسين مليون تلاتمئة مليون هولي عاملين بقلب فلسطين شمال فلسطين عاملين اربع مزارع للسمك. مم. بنتعيش على نوعه من المي اللي كتير نضيف. ليش نضيف? ليش ما انه ملوس? لانه هيدا نجبالنا فات تحت الارض ورجع طلع بالوزانة. يعني هيدا ما تلوس على الوجه. اه. هيدا نضيف. هيدا نضيف. هيدا اكلت منه جوا. بشريط الحدودي. ومنها. طيب ليش اني لايستفيدوا? ونحن الخيام وكل القرى طبعها الجنوب ميت من العطش. عندنا سؤالين بدنا نجرب نجيوب علينا. اه لحظة. اه اجينا سؤال انه في اه مخزون اه من المياه الجوفية كتير كبير بسهل الاموعة. صحيح. وانا عامل دراسة عن سهل الاموعة. انا واستاذي ميشيل باكالوبيتش. اذا فيها تتصل فيه فين يبعط ليه. فيه الفرسيون الفرنسوية. وانا ترجمته للعربي. وهيدا اي. اوكي. هلا بركب نبعط لي ايميلك. اي. انتي. انتي الكواردينة. اوكي. في سؤال من فؤاد كرام عم بيسأل عن شو وضع ستجنة يبدو انو الاعمال توقفت. سجني طلعت انا. انا بعرفة كتير البطء كنت خيم فيها كتير لما كلك الشافة. منطقة بالفعل كانت جني. بعطولي شوية صور شو صار فيها هلا. انا اخر مرة طلعت مع ساعدة عالو بتاعت المذكرة العنونية. اي. طلعنا عملنا مقابلتين احنا وياها فوق. صارت هي بتحكي عن سجني احسن مني. كرجة الوقت. شو وضعه هلا. سجني طلعت انا اول مرة اول مرة انا كنت انا استاذي ميشيل باكلوبيج اللي هو رئيس رابطة الايدروجيولوجيين بفرنسا. يعني معلاش ادي ذا لم يبيفهم. اي. لأ. طلعنا نحنا ويا وبرمنا. هلا هو لانو كمان انا بحكي عربي والاهيلي هوني هوني. بتعرف بديو يطلع. كنا دايما نعمل وكان يعلم بالياسوعية. طلعنا نحنا ويا على الارض عم نطلع هيك وهيك وهيك. لعنا ثلاثة كسور ارضية. صرت بتعرفش الكسور. اكي. اكي. ثلاثة متقاطعين بكعب السد. طبع جنة. بتعرفش قال لي استاذي. قال لي كي بكن تعملوا سد فوق مصفية. مصفية جيولوجية هوني. اوك. يعني بتحط. يعني هدا الشي اللي برهنوا. الشي اللي برهنوا البجيار. ليش ترضون للبجيار? البجيار اجوا قالوا تلاتين بالمية من نبع ابراهيم. ميتو بتتسرب وبتروح على نبع جعيتها. هيدا قبل السد. ازا بكن تعملوا سد وتسكروا المية وتعلوا الشارج بصير اتنين وخمسين بالمية من مية السد بتروح على جعيتها. ما عجبوا الكلام لانا بدي يعمل سد جني. قال لهم اظهروا. طردوهن. وممنوع حدا يحكي. وممنوع حدا. مابع ازا اخدوا مصرياتهم كمان. رجوا حكوا بالمغرب. هيدا البجيار وهلا ازا بتتسنوك. انا عبعثول الرافور كان دراسي فزيعا. رهيب. انا موجود عندي كله هيدا اللي بده يعني الكلام اللي حكيته انو اياك بس اشارة. انو هذا كلام علمي. هو مواثق. مني مأكدن انو انا ما بحكي. برغب. طيب. نحنا بممكن عندنا عادي. ما كل ضيف بيجي لعنا. بما انو حضرتك اليوم كنت عم تحكي عالماء كل الوقت. بقى اجمالا نحنا نهدي الضيف دايما شي من الزيز الروسيكلة. بما انو اليوم كنا عم نحكي عالماء بقى احبي انو نهديك هيدا البريق بالديزاين الاوريجينال. وهيدا كمان سامير من زاز انفجار بيروت. بقى بهمني كتير. وانا جرح بيروت. نحن نرجع نطب بكل الجراح إن شاء الله بهمة الشباب بتلحكيتك الله يخليك ونحن معكم وبشكك كتير كتير وأنا بيروت بيروت قل علي كتير أنا صحيح عائلتي الميترالوس لكن جدّة جدّة بيروتي باية وإمّة خلقوا وعاشوا أهلا بكلهم بيرتي ما عدا يقل لي أنت منك بيروتي إذا عطيته أنت منك بيروتي لأنه بيقلوها ومارسي كتير على هذا كتير حلو الأوليجينال شكرا للمشاهدة